نادي الزمالك نادي الزمالك كل الناس النهاردة توقفنا في الشارع ايه الزمالك رايح على فين ايه الزمالك رايح على فين ايه الموضوع ايه الحكاية ايه الرواية والناس دائما بتفتكر ان احنا عندنا الكواليس وعلمين بواطن الامور واحيانا ما بيبقاش عندنا والله الكواليس يعني احيانا بنكتهد ما عندناش حاجة معرفش الزمالك على فين معرفش يعني المجلس على فين امور الكورة لجنة الكورة كلنا شفنا المؤتمر الصحفي وسمعنا وان المجلس درد لوقتي مش موجود او ما فيش حد في النادي الامور ايه مش عارف فما عنديش ليه رد لان ما عنديش ليه حاجة ولا عارف اكتهد ولا عارف اقول الدنيا راح على فين ولكن تعالى بقى لك كورة بعض الناس جمهور الزمالك مقسوم فيه جمهور يقول لك ما الظروف صعبة خلاص هنعمل ايه وفيه جمهور يقول لك ان فريق نادي الزمالك محتاج لعيبة كتير اوي 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 فاحنا اللعيبة دي مش هندوس عليهم اكتر من كده لان ما عندهمش فمش هندوس على اللعيبة مش هنعرف نطلع منا حاجة فخلاص ففيه ناس من الجمهور استسلمت لدرجة ان سمعت تعليق سمعت تعليق في غاية الغرابة مش استهربت زهلت انا بخش على بعض مواقع نادي الزمالك ومواقع كتير ناس او جروبات كتير لنادي الزمالك فلاقيت الناس كلها بتقول الف سلامة للونش ان شاء الله يرجع بالسلامة والونش لعيب راجل ولعيب رائع الحقيقة وان شاء الله بإذن الله تمناله السلامة نخلص بس تشخيص حالته ونعرف الحالة ايه دكتور محمد اسامة قال ان الورم مجرد من الورم يروح يبددوا يحددوا الاصابة زي ما حضراتكم شايفين التصطيح ده ده دكتور محمد اسامة فالناس قالت الف سلامة على الونش نتمنى ان شاء الله بإذن الله الناس كتبالوا كده نتمنى نتمنى ترجع بالسلامة كل الجمهور اهلوية وزمالكوية وده اللي انا بقوله ساعات في حاجات مش بتاعت محبينك مش بتاعت انت بتنتمي لمين بتاعت لعيب كبير لعيب كبير في منتخب مصر لعيب كبير في الزمالك وان شاء الله بإذن الله كلنا كل الجمهور يتمنالوا كل السلامة ونسألت له إن شاء الله تطلع بالسلامة وتكسر الدنيا وإن شاء الله بإذن الله ترجع في وقت مع لعيبة لعيبة أخرى تقدر تقدي معهم بشكل آخر يعني في بعض الجمهور بيقول له إيه الحمد لله أن أنت مش موجود في التوقيت ده إن شاء الله ترجع بالسلامة وترجع تتقلق ودي رحمة من عند ربنا ترجع إن شاء الله بإذن الله مع مجموعة تانية تتقلق يعني الناس وصلت لمرحلة إن حاسة اللعيبة دي مش هتقدم شيء لنادي الزمالك ومش عايزة تشوف اللعيب اللي بيحبوه مع المجموعة أو مع الفريق ده فعايزة الزكريات دي تروح أنا وجهت 780 ألف رسالة للعيبة كتيرة جداً في الزمالك يا جماعة بكل الظروف دي بكل الظروف اللي حضراتكم فيها دي طب أنت لنفسك يعني نلعب كرة ساعة يقول لك إيه؟ نلعب كرة لنفسك لنفسك كل الناس مبارح مسك رؤة على الهدف طبعاً ما بين هزار وما بين وما بين وما بين وأنا الحقيقة برفض يعني أنا حياتة الهزار حتى العيب ما يخطأ الله يكون فعونه لكن إحنا نبعد نهزر عليه وندوس عليه ولكن هو ده في النهاية حل كرة القدم عتابي على رؤة عتاب تاني خالص عتابي على رؤة لحظة ما هو خارج والاختلاف مع الجمهور أو الحديث اللي حصل مع الجمهور في الفيديو ده طب واحد يقول لي إيه دخل ده؟ في مبارح أقول له من يوم ما شفت الفيديو وعرفت إنه هو مش في حالته إنه هو رايح في سكة تانية إن التركيز راح ده في ماتش بروكسي في الكاس وده في ماتش الإسماعيلي بس أنا خلاص أنا فقط التركيز ودخلت في خناه مع الجمهور الجمهور يا جماعة محدش بيتخانق معاه ركزوا حضراتكم معايا بنرفض التجاوز تماماً تماماً بنرفض التجاوز تماماً واضحة إيه ولكن محدش بتخانق مع الجمهور وخصوصاً ما يكون جمهورك انتقدك شجعك ما شجعكش جمهورك حضراتك بتاخد الرسالة زي ماية كده وشكراً لكن ما حدش بيخش في خناه مع الجمهور إن ما بتخش في خناه مع الجمهور بتخرج عن التركيز وقت ما بتنادي على الجمهور ما بتلاهوش والدرس والدرس ده لازم يتاخد أول سطر في الصفحة الدرس ده رؤى تخانق مع الجمهور تاني ماتش كان في احتياج لخمسة من الجمهور يوقفوا معاها خمسة يفتكرون له اللحظات الحلوة أنا رسالتي الرؤى ما تلعبش الجيم ده تاني ما تخشش مع الجمهور ما تخشش مع الجمهور في الرد بالرد وانت قلتلي وانا هقولك في التجارة بيقولوا الزبون على حق في الكرة الجمهور دايماً على حق فالرسالتي اللي رؤى الأمور دي ما تروح لهاش تاني رسالتي اللي عيبت نادي الزمالك اللي شايفة جماعة ان هو مش هيقدر مش عيب بس يقول المدير الفني ويشوف طريقه السنة الجاية ويعني يعني يدي فرصة لحد تاني يقدر لان الجمهور الحقيقة ساند لعيبة كتيرة في الفرقة دي ولكن اللعيبة نفسها ما عنداش القرار ان هي تساند نفسها رؤى بقى انت جربت دي دي مش هتمشي حاول تجرب حاجة تانية هي اللي ان شاء الله وإذن الله ربنا يكرمك فيها واتمنى لك التوفيق ورؤى لعيب كبير وان شاء الله بإذن الله تمشي الأمور معاه بشكل كويس ترجمة نانسي قنقر